طيب الشركة المصنعة للكرة حسمة الجدل فيما يخص هدف البرتغال الأول تعرفين فيه شركة عاملة كرة كرة بتاعت المونديال والخلاف كان على فكرة انه من اللي سجل برونو فرنالز ولا كريستيانو رونالد تعرفين الخنائقة بتاعت برونو فرنالز وكريستيانو رونالد النهاردة الناس كلها بتتكلم عنه الشركة بقى اللي عاملة كرة اشتبه احنا رايحين فين احنا فين أصلا هم حاطين فيها أجهزة الاستشعار بصوا بقى ركز معايا هم عاملين أجهزة الاستشعار دي كرة عادية تمام برونو بيرفع كرة وكريستيانو بتقال انه ما لمسهاش طيب هنعرف منين انه ما لمسهاش بص بقى على الحاجات الاستشعارية الخطوط اللي انت شايفها دي الخطوط اللي انت شايفها دي دي سرعة الكرة ولمس الكرة وحركة الكرة وكل حاجة عملة تتهزل في كل مكان او لما خرجت من رجل برونو ولما راحت عند راس كريستيانو تمام بص بقى لما راحت عند راس كريستيانو بص الاجهزة بتاع الاستشعار دي بقى خط ممسوح ليه خط ممسوح ان الكرة ما تلمستش ما تهزتش ما تهزتش ما تغيرش اتجاهها وبالتالي هنا بقى الشركة المصنية عقيت لك لا كده كريستيانو ما لمسهاش فعلا عشان نحسم الجدل هي لمسة شعره ولمسة الدماغه ولمسة مش عارف ايه فحسم الجدل تاني اشرحها لحضراتكم بص برونو فوق في السرعة اللي على الشمال دي بيلمس الكرة فاول ما الكرة تلمست في جوة الكرة دي اجهزت استشعار فاول ما الكرة تلمست بدأت تتهز يعني فاجهزت الاستشعار دي الخطوط اللي تتحرك شيفة الخضرة دي بدأت تتحرك تتهز تمام لما راحت في السرعة اللي جنبها واللي تحت شوية على الشمال دي ودي لما راحت لكريستيانو الخط ما تحركش الكرة الوقت ما حدش لمسها عشان لو كان كريستيانو لمسها بس بشعره كان الخط دا على الاقل هيتحرك سنة الفوق اها باكلمك عالمربعين دول خط الأخضر دول اللي خط الأخضر ده كان هيتحرك سنة صغيرة ما تحركش وبالتالي باكيدها كريستيانو ما لمس الكورة أول ما نزلت بقى ركز معايا أول ما نزلت الكرة على الأرض شايف طبعا الخط اللي تحت الأخضر ده تهز جامد أو إزاي ليه؟ لأن الكرة خبطت بقى خبط فجزة الشعار ده رفعت تاني بس وهي عند رأس كريستيانو ما فيش أي حاجة مهزوزة في الخط الأخضر اللي حالك شايفها ده تفاهمين إحنا فين؟ تفاهمين التكنولوجيا بيتعامل إيه في الكرة؟ تفاهمين حجم التطور؟ تفاهمين إنه خلاص ما بقاش فيه مساحة للجدل في أي حاجة؟ تكنية خط المرمى وأجهز الشعار في الكرة ودلوقتي تبقى قاعد في المدرجات لما كان جمال معايا من كام يوم وتفتح الموبايل تاخد إحصائيات اللاعبين لما بتشغل الكاميرا من الأبليكيشن وتكنية خط التسلل تبقى تخيل الناس هتوصل لمرحلة إن الأخطاء في كرة القدم هتبقى سفر الأخطاء التقديرية هتبقى سفر إحنا قربنا للسفر بس خلاص عشان ما حدش يقول لك بقى أنا مظلوم سفر فكريستيانو خلاص بقى ما بقاش ليه الهدف عندي حكاية في قصة كريستيانو ديها بقولها الكفاية تانية عشان بس الأسف الوقت بيجري عشان النهاردة كانت الخناقة كريستيانو مغرور وكريستيانو مش عارف إيه والكلام ده كله أنا مش من أنصار الناس دي خاصة ببساطة شديدة يعني ده راجل لسه عنده الشغف آخر بطولة ليه وكل رقم بالنسبة له هو رقم كبير جدا ومهم هو أكيد ليه محتاج هدف في العادي يعني ولا محتاج رقم ولا محتاج إيه حاجة بس الشغف أنا هو لسه عايز لسه العارف أنا لو مدير مجموعة من الشباب بيشتغلوا معايا أربعة خمسة وشفت واحد متضايق أوي أوي إنه ما خدش اللقطة وما حدش شاف شغل وا وا ما بتضايقش منه أقول ده خايف عالشغل ده عنده شغف الشغل ده حابب الشغل تهامي الحكاية هتخيل بقى في ساوة نقول له عنده ده غادة ساوة دين سنة هتتكلم إزاي يعني لسه عنده نفس الشغف يعني طيب